موسيقى 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 السلامات معكم باكر ناصر وبهذا الفيديو سنقوم بعمل مراجعة على موبايل فيبو V27 جهاز يلبى الاحتياجات اليومية مع مميزات من الوزن والحجم لشاشة الاملود المنحنية لسرعة الشاحن السريعة كثير والاهم الكاميرا القوية لجهاز يعتبر من الفئة المتوسطة كل هذه المميزات تأتي مع سعر مناسب مقارنة بأداء الجهاز الأشياء اللي بخلي الجهاز من أفضل الخيارات الموجودة بالسوق حاليا بالفئة المتوسطة دعونا نكتف الجهاز بشكل أكبر ونبدأ المراجعة نبدأ بالانبوكسينك بس تفتحوا كرتون الجهاز أكيد ستجدوا الموبايل اللون اللي معي ازرق سماوي اللي مسميته الشركة ماجيك بلو بيجي معه برضو شاحن بسرعة 66 واط اللي يعتبر سريع جدا مع كابل يو اس بي تايب سي وكافير سيليكون للحماية وادات فاتح منفذ السين المعالج الموجود بجهاز V27 هو الديمان سيتي 7200 هو معالج 4 نانو متر جديد مع 12 جيجرام وذاكرة داخلية بحجم 256 جيجرام مع كل هاي المواصفات أداء الجهاز سلسل وسريع ما كانش فيه مشاكل أبدا بأداء الجهاز والألعاب شغالي بشكل ممتاز فبتقدر تفتح عدة تطبيقات مع بعض بدون مشاكل البطارية بتيجي بحجم 4600 مليامبير واداء البطارية مميز وبتخدمك يوم كامل إذا استخدامك متوسط بدون أي مشاكل خاصة مع وجود معالج 4 نانو متر وشاشة الأموليت فيفو هون عاملين شغل منيح لاستغلال البطارية وبالنسبة للشحن اللي بيجي مع الجهاز هو بالأساس 80 واط بس الجهاز بيدعم لحد 66 واط واللي يعتبر سريع جدا برد فب 19 دقيقة بس ممكن تشحن 50% وهذا الرقم كتير ممتاز شاشة الجهاز بتيجي منحنية من الجوانب وبحجم 6.8 انش وبدكة فول اتش دي وهي من نوع اموليد مع تردد 120 هيرتز جوانب الجهاز مع الانحناء معطيين الجهاز فخامي ومظهر الجهاز بريميو والانحناء بأثرش على استخدام او الكتابة ومعمول طريقة كتير صح الشاشة برضو بتدعم محتوى ال HDR 10 بلاس اللي بتقدم لك تجربة مشاهدة ممتعة بالنسبة لجودة التصنيع والتصميم اولا الجهاز بيجي بوزن 180 كرام تقريبا الاشي اللي بخلي الجهاز مريح للمسكي والاستخدام الطويل ظهر الجهاز مصنوع من مادة كزاز مسمينها فيفو فلورايت اي جي كلاس وميزته انه بغير لونه حسب اشعة اليو في ففي حالة تعرضتوا الاشعة الشمس او لاضاءة فيها يو في رح يتغير لون الجهاز فمثال لو عرضنا على الشمس رح يتحول لون الجهاز من الازرق الفاتح لللون الازرق الغامر فريم الجهاز مصنوع من البلاستيك وشاشة الجهاز فيهاش طبقة حماية مثل جوريلا جلاس وكمان الجهاز فيهوش تقييم رسمي ضد المي والغضرة منفضل ما تستخدمهوش بقلب المي بجوالنا بالجهاز فيه فتحتين المايكريفون الأولى من فوق والفتحة الثانية من تحت من الجهة اليمية فيه كبسة رفع وتنزيل الصوت وتحتها كبسة الباور ومن تحت فيه فتحة الشحن USB Type-C سماعة سبيكر واحدة لكن اداءها مش بطل ومحالة شريحتين نانو سيم فبامكانك تستخدم شريحتين على الجهاز نيجي لأكتر اشي مثير للاهتمام بالجهاز بالنسبة الي وهو الكاميرا الجهاز بيجي مع 3 كاميرات الكاميرا الرئاسية بتيجي بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا أولترا وايد بدقة 8 ميجا بيكسل والثالثة كاميرا مايكرو بدقة 2 ميجا بيكسل كمان دائرة بيضة رح نحكي عنها اكتر كمان شوي اللي مسميها فيفو أورا لايت الصور اللي بتشوفوها حاليا مصورة بالكاميرا الرئاسية بال50 ميجا بيكسل ونظام الصور بشكل عام فاجأني إلى الأحسن أغلب الصور بتطلع حلوة معالجة الصور جيد جدا بتطلع ألوان مشبعة ومتوازنة مع كتير خيارات وفلاتر والصور الليلية بصراحة مفاجأة بالعدسة الرئاسية وبتعطي نتائج مع حدة وتفاصيل واضحة وألوان حلوة ومعالجة الصور بالديناميك رينج ممتاز الصور بعدسة الألترا وايد برضو بتاخد فيه النتيجة جيدة جدا مع معالجة ألوان تفاصيل منيحة أكيد مش مثل الكاميرا الرئاسية بس إجمالا الصور بتطلع مميزة البورتري مود بشكل ديفولت بيجي 2X وصراحة نتائج العزل والألوان اللي بعطيها الجهاز بالبورتري مود مميزة جدا جدا وبالبورتري الليلي كمان نتائج رائعة بالذات بالاستعانة بالأورالايت الضي الموجود مع الكاميرات وهو بعمل فرق منيح بالصور زي ما بيين قدامك على الشاشة الصورة اللي على اليمين باستخدام الأورالايت والصورة العشمال بدونها وواضح الفرق بناتهم تخيل بموبايل من فئة متوسطة وطلع لك كل هاد العزل وهي النتائج والألوان واضح هون ان فيفو مشتغلين عن الموضوع كتير منيح بالنسبة للفيديو برضو كان من النتائج المفاجأة المنيحة عندك عدة خيارات للجودة مع عدة خيارات لمنأ الاحتزاز مع دينامي كرينج منيح معالجة ألوان مكبولة جدا جدا ونتائجها حلوية وهي تجربة تصوير فيديو مع صوت تجربة الكاميرا الرئيسية بالفيديو وفي سبعة وعشرين على دكة فول كي 30 فريم بالتالي أما بالنسبة للتصوير الليلي بالفيديو فباطل نتائج كتير منيحة ما شفتهاش من موبايلات من الفئة المتوسطة من قبل الفيديوهات تطلع بجودة ودكة عالية وكابل الاستخدام ممكن ببعض الحالات منع الاحتزاز ما يشتغلش زي ما لازم بس النتائج اللي بتاخدها بالموبايل بهذا السعر أكتر من ممتازة كاميرا السيلفي بتيجي بخمسين ميجابيكسل وحبيت الصور لتطلعها جدا لون البشرة بطلع منيح ممكن مرات بحالات معينة تكون ألوان الصور مشبعة أكتر عن اللازم بس أداءها بشكل عام ممتاز جدا وممكن تكون أفضل كاميرا سيلفي بجهاز فئة متوسطة وبتواجد فيها برضو وضع البورتريي اللي بيفصل الشخص عن الخلفية بطريقة جدا مقبولة كمان شغلة منيحة وإنك تقدر تأخذ صورة سيلفي الليلية وممكن تستخدم شاشة الجهاز كمصدر للإضاءة بعض الحالات لما يكون وراك شمس الـ HDR بيعملش أحسن شغل خاصة بمناطق العيلات تطلع معك الصور شوي بعدي أما الصور بعكس الشمس والإضاءة العادية فبعطيك نتائج جدا منيحة وأفضل بكتير هاي تجربة الكاميرا الأمامية بالفيفو بي سماوي الشرير الكاميرا السيلفي على 4K 30 فريم بالتانية وهذه تجربة الفيديو بوضع البورتري مع عزل على 1080 فل إدس دي 24 فريم بالتانية شورك بالصوت وجودة الصورة طب منيجي للتلخيص الجهاز أكيد مش كامل كنت بحب لو كانت سماعتين استيريو بدل واحدة مع أنه الصوت يعتبر منيح بالنسبة لسماعة واحدة كمان كنت بحب لو كان موجود طبقة هماية للشاشة مثل الكوريلا جلاس وبرضو فيش تقييم اي بي ضد الماء والغبرها بس أغلب الشراك تتخطى هاي النقطة بفئات المدرينج لتخفيض التكاليف بس بالمقابل فيه مميزات جدا قوية من المنظر الحلو والفخم للمسكة المريحة لشاشة الاموليد مع الـ مع نظام الكاميرات المميز جدا والنتاج الإيجابية المفاجأة اللي أعطاها مع البطارية المنيح مع الشحن السريء وكل باك الأمور يعني بالمجمل هو واحد من أحسن الخيارات الموجودة بالسوق حاليا بالفعل المتوسطة بنصحك فيه إذا بتدور على جهاز منيح بسهار منيح إذا عجبكم الفيديو تنسوش الاشتراك واللايك وإذا عندكم أي مقترحات لمرشعات تانية اكتبوا ليها بالكومنتات شكرا على المشاهدة نراكم سلامة اشتركوا في القناة